السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو في هذا الفيديو ان شاء الله رحين نشرح نموذج اختبارات الفصل الثالث لسنة أولى متوسط هذا النموذج رح يكون فيه رابط التحميل لرحين تلقاه في الصندوق الوصف وفي التعليق المثبت ما عليكم غير تتبعوا معايا نبدأوا على بركة الله في هذا الفيديو بسم الله نقرأ والنص مع بعض اسمه يان هذا الشخص اسمه يان هو من الصين بلد يقع في جنوب شرق آسيا Its capital city is Beijing عاصما تحاهية بكين Its language is Chinese لغا تحاهية شنوية My country is large and wonderful We have great monuments The great wall and hanging temple in China قال لك بلادي كبيرة وشابة وعندنا بزاف معالم اثرية منها الصور العظيم والقبور المعلقة My national currency is the Rambambi Rambambi هو العملة الخاصة بالصين Rambambi قرأوا وغي بالعقل خطر مرات تتخلطت لكم كما تخلطت لي انا The independence day is on the first of October الاستقلال التحم وعيوم الاستقلال التحم هما يوم الواحد من اكتوبر My favorite national dish is packing duck اذا طبق المفضل التعوه هو البط duck هو البط اوكي ايضا هو الطبق المفضل والطبق الوطني المعروف به الصين اذا تمنا نسمع لكم غير تقرأوا كيكون هاقي قصير مرتين او ثلاث مرات على الاقل ما عليش كي نغلطو في الكلمات في النطق ولا نغلطو فيهم ننسى واصطر ولا ننسى واصطر في القراءة الاولى ونعود ونقرأوه في القراءة الثانية والاخطاء انت عن النطق ما عليش نتخطعه اليوم ونتعلمه غطوة اذا هذا هو النص اقرأوه على الاقل مرتين باش تقدروا تجاوبوا على الاسئلة التالية باريحية اذا عدنا اسئلة تعمروا الجدول من النص عدنا جاوبوا على سؤالين التاليين أين تقع الصين هل الصين بلد صغير جاوبوا بيس أو نو والسؤال الأول حوسوا على الموقع انت الصين في النص شوفوا اكتيفتي 3 تعمروا الجدول التالي عدنا البلد لي هو الكانتري ناشيناليتي اللي هي الجنسية عدنا البلد ألجيريا ناشيناليتي نتاعوا عدنا ناشيناليتي بريتش نديروا البلد عدنا البلد شاينا نديروا ناشيناليتي عدنا الجنسية فرنش نديروا البلد التمرين الموالي Classify the words according to their pronunciation عدنا The ولا The عندكم أربح كلمات صنفهم في الخانة المناسبة على حسب النطق The ولا The عدنا That Three Thursday و Weather Part Two رحين نكتبو وضعية إدماجية حول ماذا You want to know more about our lovely country Algeria حاب تعرف أكثر على بلدنا ليه بلدنا الجزائر Write your friend هنا صديقك حاب يعرف على بلدك الجزائر هنا كان خطأ مطبعي ما ذكروهش باللي صديقك اللي راه يحوس يدي معلومات حول الجزائر Write him a letter to give him some information Use the table below رايح تكتبلوا رسالة تحكي له على الجزائر وتحكي من خلال استعمال هذه المعلومات country country اللي هي Algeria capital city الجيز العاصمة currency دينار العملة monument مقام الشهيد معروف و national dish اللي هو الكوسكوس و national day اللي هو july 5th هذه المعلومات نكتبو بهم وضعية قصيرة حول الجزائر رايحين نعرفوا صديقنا بالجزائر تبدأوا الوضعية تحكم بهذا الطريقة الجملة الأولى اللي هي Algeria is my country It is located in north of Africa Its capital city is وتكمل الوضعية تاك إذن هذا هو الموضوع ما عليكم الآن غير توقفوا الفيديو تحاولوا وحدكم في الموضوع ولا في الورقة المسودة ثم تقارنوا الإجابة نتاحكم بالإجابة الموجودة في الأخير قبل ما تشوفوا الحلول حاولوا باش تقدر تعرف إمكانية النقطة والعلى منتعك شحال راح تكون إذن هنا عدنا السؤال الأول country هي China capital city هي بيجن currency رمبنبي monument the great wall and hanging temple national dish packing deck ما نتها البطل المحشو national day the independence day on the 1st October جاوبنا على السؤالين where is China located China is located in southeast Asia is China a small country جاوب بي no it is not ولا no it isn't في زر صحح activity 3 ربطنا كل كلمة بالشرح انتح عدنا beautiful سنوني منتحة هو nice big سنوني منتحة هو large situated شرحها located و city شرحها town نشوفوا التمرين الموالي england is a big and beautiful country england has many fascinating monuments and landmarks صرفنا الأفعال في present simple عادي جدا ركزوا فقط في التصريف التمرين الموالي عمرنا الجدول عدنا Algeria Algerian england لا هنا britain اوكي britain هنا كان خطأ england نقوله english اما british فنقول britain اوكي البلد هو britain هنا يوجد خطأ china chinese france french التمرين الموالي حطينا الجمل على حسب النطق عدنا three و thursday في الث that و weather في the نشوفوا الوضعية الادماجية Algeria is my country هنا كان خطأ الار okay it is located in north of africa its capital city is algees my national currency is the dinar مقام الشهيد is one of the most famous monuments in algeria my favorite national dish is couscous and the independence day is on the 5th of july هذه الوضعية وظفنا فقط المعلومات المعطات تحب تزيدكش معلومة من عندك زيدها ولكن الى كنت متأكد ما تزيدش حاجة خرجة عن الموضوع نتمنى ان شاء الله هادلا فيديو مع الشرح والحلول يفيدوكم وتستفادوا معليا نقولكم بقوا على خير ربي وفقكم وينجحكم ان شاء الله وفي امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة